وأنزلنا هذا القرآن على جبل إلا رأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشكادته هو الرحمن الرحيم هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إننا أعطيناك الكوثر إننا أعطيناك الكوثر إننا أعطيناك الكوثر فصلّ لربك وانحر إننا شاني أكى والأبتر أبتر صدق الله العلي العظيم السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته أشهد أنك قد قمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الأذى في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين وأشهد أن الذين خالفوك وحاربوك وأن الذين خذلوك والذين قتلوك ملعونون على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضعف عليهم العذاب الأليم أتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك مواليا لأولياك معاديا لأعدائك مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه عارفا بضلالة من خالفك فاشفعني عند ربك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم كل وليك الحرجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظاه وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا في يومنا هذا وليلتنا هذه وفي جميع أيامنا لاستعمال الخير وهجران الشر وشكر النعم واتباع السنن ومجانبة البداع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحياطة الإسلام وانتقاص الباطل وإذلاله ونصرة الحق وإعزازه وإرشاد الضال ومعاونة الضعيف وإدراك النهيف برحمتك يا أرحم الراحمين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي والسمعي وبصري لبيك يا حسين لبيك يا شهيد لبيك يا حسين مولاي ابن رسول الله هذا نداء العقيدة من خدامكم